اشتركوا في القناة اللي بيخرج منه عارف انه لازم يخرج بحساب وكلام لازم يخرج بشكل واسلوب معين يوليك برئيس النادي الاهلي يوليك بحجم المسئولية اللي هو موجود فيها فبالتالي امر اكثر من رائعة وتصريحات اكثر من رائعة من الكابتن محمود الخطيب بالامس كمان هو واحد عارف ايمة ناديه كويس او بخلاف انه عارف ايمة بلده كويس وده بان في تصراحاته على مدار الحلقة بالامس لكن هو عارف ايمة ناديه النادي الاهلي عارف هو زي مخطط انه عايز يحط النادي الاهلي فين المنطقة اللي عايز يودي فيها النادي الاهلي ده ايضا بان من خلال التصراحات بخلاف بقى الاطاطات اللي حاضراتكم شايفينها دي ده امور بتتعلق بالجانب الانشائية وتتعلق في نفس الوقت به فريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بيجي خلاف كمان الجانب الاجتماعية والرياضية اللي اتكلم عنها وشرحها بالتفاصيل الكابتن محمود الخطيب لكن انا عايز اقف عند جزئيتين مهمين اوي 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 اول جزئية التوقيت اللي اظهر فيه كرئيس للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب كان موفق جدا في موفقته على الظهور فيه توقيت زي ده توقيت انت بتظهر من خلاله الحصاد اللي انت جمعته بتظهر من خلاله نتيجة الموسم الشاق والصعب والاستثنائي اللي مر به النادي الاهلي وانا بتكلم مع حضراتكم بامانة وبمنتهى الصراحة كان ممكن واحد ما كان الكابتن محمود الخطيب ومكان مجلس ادارة النادي الاهلي بعد ما شاف هذا الكم الهائل من الانتقادات التي وجهت للنادي الاهلي ومجلس ادارته على مدار فترات مختلفة خلال السنوات السابقة كان ممكن ان هم يطلعوا ويردوا في اي وقت وبكلام قوي وبكلام حازم لكن هنا الحكمة هنا التريص هنا العقلية اللي بيتسم بها مسؤول النادي الاهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قالك سيب اللي يتكلم يتكلم اللي بينتقد ينتقد اللي بيقول علي انا اداريا قد كده او في المكتب انا قد كده وفي الملعب انا كمان كنت قد كده هو طبعا يعني كلام مجازي لكن هو حصل ووجه وانتقد من خلال انتقد من خلاله كابتن محمود الخطيب فواضح جدا ان هو اختار التوقيت اللي يرد بيه ما بيردش بقى مجرد بقى واحد هاجمني دلوقتي انا اطلع ارد عليه تاني يوم لا انا هرد عليك من خلال المكتب ومن خلال الملعب المكتب من خلال كراراتي وادارتي لكل الامور بتتعلق بالنادي الاهلي والملعب من خلال الالقاب والبطولات وده اللي حصل ده امره مهم جدا حاجة اخيرة قبل ما اطلع الفاصل سريعا وفيما يتعلق بتصريح غاية في الاهمية لما سألوا الاستاذ يعقوب السعتي قال له يا كابتن محمود انت مزعلان من اللعيبة اللي اختارت انها تمشي من النادي الاهلي بسبب الامور والجوان المادية وكلام من ده قالك لا كلمة في اجاز قالك انا مزعلان منهم ومهم جدا وهو الرسالة لكل الجماهير في الحقيقة وكل اللاعبين بالشكل عام فبصراحة كان حوار اكثر من رائع وممتع والواحد استمتع به جدا نتمنى دايما للنادي الاهلي كل التوفيق خلال المرحلة الجاية ولكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي هروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندي لسه كلام مهم كمان هتكلم فيه مع حضراتكم بخصوص ملف اخر استنونا